السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبيبي في قناة مشاهدة وطيرها النهاردة بازني اللي اسعار الدواجين في برصة الدواجين اليوم 4 6 3 224 اسعار الدواجين والبيض اليوم بمصنية وصعر الفراخ البيضاء اليوم في مصر بعد عند ان طبعا شهد التراجع ملحوظ خلال يومين الاخارة وكمان ضمن طبعا مستمرة لأسعار برصة الدواجن اليوم اليوم الأربعة حيث وشهدت طبعا اسعار الدواجين اليوم عمليات باحثة كاثيرة جدا رباط المنازل بشكل مستمر على اسعار الفراخ والبيض طبعا احنا عارفين ان البيض الفترة الاخيرة كان مرتفع جدا جدا بس طبعا الحالة النهاردة استقرت يعني النهاردة 6-03-2024 في استقرار شوية في الاسعار طبعا لطريقة السحب طبعا على لطريقة السحب على الطلب طبعا زي ما حضراركو عارفين الايام دي فيه كل سنة وانتو طيبين شهر رمضان طبعا سحب على الطيور كتير جدا 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 فطبعا الاسعار النهاردة كويسة جدا الى حد ما بس اللي مش هطمينكو فيه طبعا النهاردة البيض كرتون تكبيض النهاردة الحامرة عاملة من 165 وصلة للمستهلك على 170 جنيه فطبعا النهاردة حاجة كبيرة جدا جدا كرتون تكبيض على 170 جنيه طبعا زي ما حضراركو عارفين احنا هنا بننزل البورسة بتاعت الدواجن اليوم بيوم ان شاء الله تابعوني علشان تعرفوا اخر الاخبار النهاردة تمام استقر اسعار الدواجن اليوم ستة تلاتة الفين واربعة وعشرين بسبب زيادة الطلب مع اقتراب شهر رمضان المبارك كل سنة وانتوا طيبين وتشير التوقعات الى ان سعر الدواجن ستشهد تراجعا خلال فترة قليلة مقبلة وتتروح سعر الدواجن البيضاء في الاسواق بين 92 الى 93 للكيلو تمام كده طيب والساسو من 105 ليصل للمستهلك ده طبعا من ارض المزرعة يصل للمستهلك ل110 تمام البلدي من 120 للكيلو وداخل المزرعة سعر الوراك النهاردة عامل 105 سعر الاوانس والكبد النهاردة عامل 120 الهياكل العظام المتشفية 60 جنيه جوز الحمام النهاردة عامل 150 جنيه البطة عامل 150 جنيه وكمان تراجعت اسعار الاعلاف بنحو 2000 جنيه والدرة والسوية بنحو 1000 جنيه عاوز اقول لكم النهاردة كمان الاعلاف نزلت 500 جنيه ديت يا جماعة من نص موصوكة منها جدا 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 الاسعار النهاردة بسم الله وماشاء الله عاوز اقول لكم وانو الضراء بقت ببلاش وكمان قصوية قصوية من الحاجات برضو اللي هي بتسمي نقو الطيور فطبعا ما شاء الله الاسعار بتاعتها نزلت ونزلت النهاردة كمان 500 جنيه في الطن تمام؟ طيب وصل كمان اسعار طن الاعلاف من 24000 و 26000 وكمان الضراء 2010200 وكمان الصوية 29000 طيب البيض النهاردة عامل كامل ببيض النهاردة الابير عامل 145 ليصل للمستهلك ب155 والاحمر 145 والبلد عامل ب160 ليصل للمستهلك ب165 الى 170 حيث طبعا تراوحة اسعار الدواجن البيضاء اليوم من 98 الى 107 وانا شايفاها مبارح في المحلات بتاعت الفراغ كلها حاطنا عليها تسعير 107 جنيه تمام؟ طبعا بتختلف من محافظة لمحافظة تماما هنا بقول لكم على محافظة ضمياط ممكن تكون في محافظة تانية مثلا فرق مثلا 2 جنيه 3 جنيه بس مش اكتر خلاص وسجل اسعار الدواجن الامهات النهاردة من 80 جنيه للكيلو وكمان كيلو البنين النهاردة عامل من 200 الى 210 وكمان الفراخ الرزي النهاردة كيلو عامل 110 سعر الكاتكوت النهاردة اهالي 30 جنيه شركات 31 الى 32 ساسه عامل 13 بلدي عامل 10 رزي عامل 15 اه النهاردة طبعا الاسعار في متناول الجميع يعني الاسعار الى حد ما كويسة جدا جدا مفيش غير اسعار البيض هي اللي زادت من مية وستين لمية وسبعين او مية وخمسة وستين جنيه اه استودعكم الله وان شاء الله بكرا ننزل باذن الله حاجة جديدة برضو عن الاسعار ويا رب الاسعار تنزل عن كرة كمان واشوفكم باذن الله في فيديو جديد اشتركوا في القناة